منزجناه لكم بين العربي والفرنسي هنا مكونات التار تنحط الدقيق والسكر البودرة والبيض بيضة كاملة وفانيلا وزبدة باردة تقريبا ونخلطها اضفت شوية موية باردة عشان تنخلط وتصير بهذا القوام بعد كذا بحطها بالثلاجة بس بمسدها شوي بهذا الشكل عشان تسهل عليه في الفرد نص ساعة نجهز خلطة البقلا وخلطت بين البندق والفستق وحطيت قرفة وسكر وضربتهم بالخلاط بهذا القوام اضفت شوية فستق نضيف الشيرة وماء الزهر ونخلط نحصل على هذا القوام الان رح حاولني افرد التارت حقي او خليط عجينة التارت بعد كذا احطها في قالب مقاس 8 او 9 انش ممكن تسونها مني تارت براحتكم بعد كذا نحاول نحن نشيل الاطراف نغززها بالشوكة واحط فوقها ثقل واخبزها شوي بعد كذا رح نجهز خليط اللوز حطينا اللوز والدقيق والسكر والزبدة في حرارة الغرفة والبيض والفانيلا واخلط الى ان احصل على هذا القوام بعد ما خبزت التارت حطيت خليط البقلاوة بعدين خليط اللوز اللي انا سويته وضبطته وندخلها الفرن تقريبا هذا المقاس بياخذ 40 دقيقة او 35 دقيقة نطلعها ونحط عليها الشيرة ونزينها بالفستق و بالفعافية اشتركوا في القناة